مشاهدينا نحن معكم مباشرة حاليا من مكتب النايب الاستاذ فؤاد مخزومي بمقابلة خاصة تتناول يعني التطورات الاخيرة التي سجلت هذا اليوم ولسيما لجهة تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية للتشكيل الحكومي وهذه الاستشارات التي ترجى للمرة الثانية استاذ فؤاد شو رأيك بهذا الارجاء الذي حصل هل كان هناك من مبررين له ليس هناك اي مبرر من اللي صار واضح انه الرئيس الحريري كل محاولاته لليوم هي فقط هي تأمن التكليف والتعيين قبل ما تبلش الاستشارات يعني انا اللي بزعل انه كان في محاولة من قبل الرئيس الحريري يقول انه هناك تجاوزات بعملية التأخير بالاستشارات بينما مرتين تحدث الاستشارات وهو يطلب عملية التأجيل طبعا بواسطة الرئيس مري بس عم يطلب التأجيل السؤال هو كان معطرد انه لاجم انت يكون الاستشارات هي الاساسية اللي على اساسها يكلف رئيس الوزارة عم يجرب يخلص التعيين وتركيب الحكومي قبل ما تبلش الاستشارات لكن عملية ضرب موقع ومقام رئاسة مجلس الوزراء ما بقى في نقول في جهة واحدة مسؤولة عنه الكل مشاركين فيه انا كنت بتمنى الاستشارات تتصير اليوم عم يقول انه بليس هناك من ميثاقين طيب السؤال ليه انت مصر انك تعمل نحن اطرحنا من الاساس انه يتنعمل الحكومة لمدة ستة شهور حكومة انقاضية بمشروع كامل لن يكون هناك فيه اي شخص سياسي يكونوا كلاياتهم اخصائيين لانه بخلال ستة شهور ما بفهم لا حزب الله لحينزعج او تخسر من شعبيته لا تيار المستقبل لا تيار الوطني الحر لا حركة امان بس الفرق الوحيد فينا نعمل هالمشروع يلي يجي العالم كل اياتهم يساعدون ويمشوا فيه اذا بكرة اليوم قدرنا نجيب اموال للبلد اذا جينا عملية دعم لليرا لبناني كلهم مستفيدين منهم انا مستفيد منهم انتي مستفيد منهم حريري مستفيد منهم كلهم مستفيدين شو هالخوف وما بتصير اليوم نحنا يقال لنا انه نهار التنين سوف يكلف رئيس الحرير ونحن نعينه طب مش هالاستشارات عم تعاملوها هل يترى هناك محاولة الغاء الديمقراطية بهالبلد وفرض سيستام ديكتاتوري مثل ما كنا يشايفينه بالماضي ما قبل سنة الالفين وخمسة انا بعتيد هالشي غلط اليوم قرار رئيس الحريري بيقول انه صار التأجيل لسببين السبب الاول انه كتلة الطيار الوطني الحر كانت بدأ توضع اصواتها عند رئيس الجمهورية لهو يتصرف فيه وهي دي مخالفة دستورية والسبب الاخر انه وكتلة القوات اللبنانية ما بدأ تسمي حدا اعتبر انه هناك ليس من غطاء مسيحي فاعل لهذه التسمية وبالتالي تشاور مع الرئيس بره يلي كان مؤيد لاله واتصلوا برئيس الجمهورية يلي استجاب لهذا التمني وجرى الارجاء اذا كان فيه اتفاق بين ثلاث رؤسة على هذا الارجاء سيد الكريم يلي عم تتفضل فيه هيدا اللي اسمعناه على التلفزيون مثل ما انت سمعتوه اسمعناه نحن ما عم نشكك بشو صار نحن عم نقول اليوم صار في عملية لعنصير ستين يوم صار هناك حرق لعدة اسامي ونحن من الاساس كنا عم نقول الرئيس الحرير لن يرضى الا بنفسه اليوم الوضع الاتفاق العالمي وكل المطاليب الشعب وهما شي اليوم مطاليب الشعب عم تقول ما بدنا حدا منهن كلهم يعني كلهم تا فيك تفسر لي اذا انا اليوم قلنا للوزير جبران باسيل ما بدنا ياك تفوت لانك انت فاسد ونقول للاستاذ حاليا حسن الخليل ما بدنا ياك لاناك انت فاسد ولا الدروز ما بدنا ياك انت فاسدين هذه هي منظومة كاملة ما فيك انت اليوم اذا الشعب عم يقول نحن بدنا هالمنظومة كلها تكون بالخارج اننا نجيب شخص والبقاء ينشيرون شو عم نقول للعالم انه عم نفسر مين بالاخر الفاسد ومين غير الفاسد عم نقول مين يلي كيبي منظومة الفساد ولا لا اليوم اذا الرئيس الحرير يعتقد انه عنده الشعبية الكافية انه يربح الاستشارات خليه كفف فيها ما بتصير نحن نضلنا نلعب بالدستور ونأجل ونطلع ونشيل نركبها بشكل انه تكون بالاخر على اي شخص واحد بس كمان في منطق بيقول بركي اجا احد لا يمثل السنة او لا يمثل الاكثرية السنية وشفنا انه استاذ سمير الخطيب راح على دار الفتوى ودار الفتوى قالت له انه وهو قال انه المرجعيات السنية توافقت على الرئيس سعد الحرير سيدي انا نائب وانا طلعت بأصوات السنة ببيروت ما حيضا نحكي معي يعني معلش كلمة انه تحكينا مع السنة وحكيت له شو انا وين جاي ما انا بيروتي وصدني على رأس السطح هيدا الكلام مرفوض هيدا نحن الاسنة شايفينه اليوم فيه هناك محاولة لعملية تحط بالاعلام ما هم يعتبرون انه هني بمثلوا السنة طيب الانتخابات تعرفها انتي صار فيه علامة استفرام كبيرة على الانتخابات ببيروت عم بحكيك اليوم انتي خبت بيروت انا كان مفروض يطلع معي الناس اكتر بمعزل هاشي اليوم انا موجود في عندك كذا شخص اليوم موجود منهم بطير المستقبل تاني شي نحن طلعنا بأصوات السنة نحن منا موجودين يعني اذا كان نحن منا بطير المستقبل وتابعين له رئيس الحريري منا موجودين على الساحة تاني شي السؤال مين يلي اعلنه المفتي انا ما سمعت الكلام من المفتي بيقول هالكلام انا كنت عنده قبل مسبوع ما سمعت الكلام منه انا ما عمقول انه الكلام هو معارض عليه تبه ما عملك للا انه لم يطلع هناك تجزيب او لانه تصحيح لهالموضوع بس منفس الوقت اي متى كان انه اليوم دار الفتوى بتعين رؤسة الوزرات فاصلني دار الفتوى دائرة تابعة لرئيس المجلس الوزراء كيف تصفي الدائرة التابعة لرجل السياسي هي ترضى او هي بالاخر تسوي الرجل السياسي كنت بتمنى ونحن منجله لسماحة المفتي ومنعتبره من الاشخاص يلي عمل نقل نوعية بعد انتخابه كمفتي الجمهورية لبنانية بس من نفس الوقت لا يمكن انه نحن ندخل الدين بالدولة لسبب واحد اذا بكرا صرنا هيك بكرا جاي انتخابات بعد ثلاث سنين لانتخاب رئاسة الجمهورية لحيقلنا انحنا صرنا عضو على جرام انتوا ما بيخصكون انتوا الشياء عضو على جرام ما بيخصكون وبكرا انتخاب رئيس مجلس النواب سعيي انا نائب بيقولولي انت سعيي انت بالاخر نائب بس انت ما لك حق تعترق رأيك بما انت سوف ينتخب كنائس مجلس النواب ما بتصير هالبلد ما بينضار بها كمان يعني بمسألة انه الاسرار او انه الرئيس سعد الحريري هوي اللي يقدم على انه الاكثر حظوظا بتشكيل الحكومي مجمع ما بيمشي بالاستشارات واذا تطلع ان احنا كلها بس انه مسأنا قبضي ياخد 57 صوت هل 57 صوت هي تطيح له ان يشكل حكومي لش انت من كل عقلك انه اليوم لو اخد 78 لا هيقدر يشكل حكومي اليوم انا بحيي القوات اللبنانية على موقفة تاريخي لانه فعليا لما بيقول الدكتور جاجع والقوات اللبنانية نحن مع مطاليب الشعب والشعب عم يقول كلهم يعني كلهم ولا نرضى بمنظومة الفساد انا بعتبر القوات اللبنانية عملت خطة تاريخية لح تنكتب بتاريخ لبنان انه ساعدوا كتير بنقلة لبنان من المئة سنة الماضية للمئة سنة الجدارية اللي حيكون فيها مستقبل لأولادنا وهون من هالكاميرا من على المنبر يقول بتمنى على الاستاذ واللي جنبلات ياخد الخطوة التاريخية هو عم يقول الو مدى نحن بدنا نغير وجه الحزب طبعنا تنعمله بالاخر انه يتعامل بالقرب من 21 فرجينا فعليا انه قادر تعملها كون جريء كيف اليوم نحن بدنا نمشي مع مطاليب الشعب مطاليب الثورة يلي كلهم عم يطالبوا نفس الشي ونرجع بالاخر من نرجع منظومة الفساد فسر لي اي منطق بصير فيها التاني شي لحقلك ما تستطيع نهائي اذا اليوم نحن جينا بمدة ستة شهر وقدرنا هالحكومة تقدر تجيب اموال تجيب استثمار تجيب الآخر ثقة بالبلد الكتل الكبيرة هني بمستل اكترين مجلس نواب يعني اي وقت في يسقطوها لهالحكومة عشو خايفين مني فهمين اذا نحن قادرين نجيب الكل انا او اي شخص تاني ماشي بعملية الخطة الانقاذية اذا قادرين اليوم نحن يكون في عنا حكومة كاملة من اختصاصيين اذا انت لا سمح الله معك مرة سرطان ما بجيب نجار حتى بالاخر يسوي انت مستعد تتولى هالمسئولية اذا كان في مشروع يلي هو فاولا ما لاجم يكون في اي نوع سياسيين بدي يكونوا تكنولات بالكامل انا بعتقد كل اياتنا لازم نمشي بهالخطة وانا بعتقد هيدا مطاليب الشعب سؤالي نحن بنا نرجع لما قبل 17 اكتوبر او لبعد 17 اكتوبر اذا هاي مطاليب الشعب نحن لازم نمشي فيها يعني اسم فؤاد مخزومة طرح ولا يازال ما تروح انا مني طارح حالي بتعرفها العالم تحكي بالاعلام انا مني طارح حالي بس اذا كان في فرصة اننا نقدر نساعد هالبلد وفيه توافق نحن بالعكس نحن مليس من تتخدم تقدر تجيب هالدعم الدولي اللي بيقولوا انه الرئيس سعد الحريري هو يتمتع به وقدر يجيب هذا الدعم يا سيد بسام رحنا على مؤتمر بريز السعودية لم تكن موجودة هذا الاخير الاخر واحد نعم طيب عشون مين بود يعطي فلوز جاوبنا مين الأوروبيين ولا بديد الخليج والتدفاع أيعقل انه السعودية مراحت لو كان فيه طلب امريكي انه بالاخر تروح حاج بقى مبيح حالنا انه بالاخر كل الامور ماشي باتجاه واحد طلع من تعرف من حوالي الشهر بيان من الحكومة الفرنسية بتقول انه سادر ليس مربوط بأي شخص كان بعدين نسحب من التداول بس طلع البيان اثنين بيصير هالمؤتمر كل الكلام وانا لما كنت هالا بمؤتمر روما بمؤتمر مدالو شفتوا للسفير دوكان بيقول لي نحن موافقين مع كلامكم انه بدنا اصلاح اذا لم يكن هناك اصلاح كيف وديبرر رئيس ماكرون يسحب مصاري من جيبة اللي بيدفع ضريبي بفرنسا تيعطيها لطبقة بالاخر فيسلي وعم تصرف الفلوس حاج نضحك على حالنا اليوم انت لما بكون عندك شركة مفلسة اول شي بتعامله بتطير مجلس الادارة والمدير التنفيذي وبتجي فريق جديد وتطلب ستة شهور من المصارف او من الاشخاص اللي بني خمسة الفين حتى تعيد هيكلية الشركة كل شي عم نطلب اعطونا هالستة شهور تنساعد هالبلد طيب هلأ شو لازم نصير الخميس مش لازم يعني تتواصل المباحثات للتوافق على الرئيس الحريري او خلاص لازم نروح الى الاستشارات وليسمى من يسمى انا بالنسبة لي حقيقي معنا بفهم من جهة بنقول التأخير اللي عملوا وفخامة الرئيس هو غير للسوري وغير الشرعي وما دعنا مظبوط لانه بالنتيجة ما في وقت محدد بس ندعت للاستشارات مرة واثنين ومرة تالتين وبعدنا عم نقول اذا ما ركبناها لمصلحة الرئيس الحريري ما لازم نعمل استشارات هذا منه منه هذا اللي احنا رجعنا لمرحلة السوريين يعني نحنا اليوم عم نتصرف بالبلد كأنه لما كانوا السوريين موجودين قبل 2005 قبل استشارات الرئيس الحريري ما نحنا معرفنا ايه بترى خلصنا من هذيك المرحلة بنا نرجح حالنا لنفس الموضوع من عيد رئيس الوزارة والوزراء والمدرع العامين قبل ما بالآخر نعمل استشارات احترنا يا بدنا دولة يا ما بدنا دولة على التنسيق حضرتك مع رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل في اتصالات أنا حبيبي تألق شغل هذا كتير شمعت كلام بالإعلام انه رحت عالمانيا واجتمعت معه على روماش أنا من نظمين لمؤتمر من الديالوج أنا موجود كنت على مع يونج جوبس على السيء نحكي عن لبنان الفي اي بيز يعني وزارة الخارجية ورؤوسة الدول وزارة الخارجية التليني بتعزيز أنا ما كيما يخبر انه موجود شفته بالمؤتمر أنا ما بفعله تنسيق مع حدا بس أنا رئيس الجمهورية بشوفه كل أسبوعين ثلاثة نحنا منحكي اقتصاد ومنقيم الأمور بقى إذا هيدا بتعتبروه تنسيق أنا من أول من تخبته قبل من تخبته بطلع بشوفه الرئيس الجمهورية برجع بإلك نحنا عم نضيع وقتنا على موضوع الشخص اليوم يا إنه بده فيه مشروع إنقاذي يلي فينا كلنا نشتغل فيه ومن كان نحنا بجنبه أو بالإخير نركبه على الرئيس الحريري إذا هيك أنا من الأشخاص أقول لك أنا من يمشي بعد موضوع بتعت إن السعوديين والأمريكيين بدون الرئيس الحريري برئاسة الحكومة أول شي أنا بتطلع بقرأ الأمور لما بعرف السعوديين مراحت على مؤتمر باريس في دول المانحة لما الأمريكان ماشي في دعم كل شيء قال الأمريكان إنه نحنا بالنسبة لإلنا بدنا نمشي مع مطاليب الشعب هذا اللي عم نسمعه طيب إذا هولي مطاليب الشعب طلبتهم الأمريكان وإذا كان السعودي منه موجود بمؤتمر الدعم للبنان كيف لك تفصل لإنه دعمين والرئيس الحريري طيب التحركات اللي كتا عم بصير على الأرض برأيك بها اليومين أعمال الصدمات هل كان هدفها تأجيل الاستشارات أيضا لا أنا ببعتقد في عملية أنا وصلت لقناعة اليوم الشراكة السابتي ما بقى شراكة التيال الوطني الحر ورئيس الجمهورية مع حزب الله اليوم الشراكة الأساسية واللي واضحة هي شراكة الرئيس الحريري مع حزب الله والرئيس بره من هون منقول كان في محاولة لفك التورة بالبلد يعني نشوف المشاكل اللي صارت وهون أنا باستغرب على القوى الأمنية بمحلات كانت بالآخر مشاركة بمحلات كانت متفرجة ما بتصير ياللي صار إن كان بفردان واللي صار هون بالمعرض ما بينحمل هذا أنا باعتقد هناك محاولة لضرب الثورة بس الشيء اللي بيكبر أن الشعب اللبناني فهمها هذه فرصة تاريخية تيجي مرة كل مئة سنة ولن يتراجع عن هالموضوع وياللي عم نشوفه أكتر وأكتر أنه اليوم في عقل أول مرة حتى بمؤتمر روما يقال أحلى كلمة سمعتها أنه في عقلانية بالتعاطي بالثورة بلبنان منا عملية بالآخر سريخ وعيد بتنظيم بعملية عقلانية بفهم بستراتيجية معينة وأنا باعتقد هذا بالشيء بكبر القلب نحن كلمانيين أنه عم نشوف فعليا فريق زكي عارفين شو بده وما لحين دفش من عملية الضرب والبلطاجية اللي عم نشوفها عيب لا يمكن أنه أهدنا ينزلين عم يطالبوا بحريتهم أنصف نتعامل معهم بالطريقة البلطاجية سؤال أخير ماذا تتوقع الحصول في خلال هالكت يام أنا بتمنى أنه ما بقى تتأجر نهار الخميس يجب أن تحصل الاستجارات وإذا كان هو جاب الأكترية قليه يكلف وإذا ما جاب الأكترية يعد على جنب يترك حدا تاني يجي يأخذ محله ما فيك تقلي بالطائفة السنية الكريمة عندنا فوال مليون ونصف شخص ما فيه أشخاص انضاف معنوا علاقة بمنظومة الفساد عندهم خبرات دولية يلي قادرين يجوا ويأخذوا هالمنصب الشغلة الوحيدة أنه يجب أن يكون هالشخص عنده قاعدة شعبية لأنه لا يمكن أن نجو برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أنه يكونوا منتخبين ويكون رئيس الجمهورية من المنتخب حتى ما يقال بكرة بالطائفة السنية ركبونا ونزلونا بالبراشيوت حتى بالآخر نصفي نرجع على عملية أنه مدّ اليد على الطائفة السنية ومدّ اليد على مقام نياسة الوزارة في عنا شباب في عنا ناس خارش وستات وعندهم عندهم شعبية بالطائفة السنية طبعا في عندك طبعا لماذا في عندك لماذا في عندك شعبية بالطائفة السنية هلأ أنه اليوم العالم كلها قال حريري إيجوا ب 92 لبنان له مئة سنية طولوا بينكم شوية نحن احترام للعائلة الكريمة ويلي عمله الرئيس رفية الحريري فات بالتاريخ ولا يمكن إلا بالآخر تتعترف فيه بس ما فيك تلغي للطائفة السنية بس لمصلحة شخص لأن فعليا نحن ما بدنا ديمقراطية بها البلد بدنا عملية الرجوع للنظام السوري لما كانوا مسيطرة على البلد وساعتها إذا هذا المطلوب خلونا كلنا نقدم استقالتنا المجلس النوام نروح البيض لأنه فعليا ما بدهم أي دولة تكون مستقبل أولادنا بدهم الدولة الدكتاتورية ونحن ما فينا نمشي بها الموضوع استسواد مخزوية أشكرك على هذه المؤابلة